أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والدعم رمضان 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 الخير يا رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد مشاهدي الأكارم فهذه إن شاء الله تعالى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الرمضاني همسات في أذان الصائمين والصائمات كنت في الحلقة الماضية قد حدثتكم عن عبادة القيام وما أدراكم ما عبادة القيام وخاصة في شهر رمضان قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم النبه وقد قال قبل ذلكم صلوة الله وسلامه عليه أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وقد قال صلى الله عليه وسلم يوما لعبد الله رضي الله تعالى عنه أرضاه نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فما ترك عبد الله بن عمر رضي الله عنه القيام بعد تلك الليلة أو بعد تلك الكلمة التي قالها رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فأشار إلى فضل قيام الليل صلوات الله وسلامه عليه ووقت قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء وإلى قبيل صلاة الفجر أو إلى قبيل الفجر وأفضل أوقاته على الإطلاق ثلث الليل الآخر آخر الليل هو أفضل الأوقات على الإطلاق لكن إذا دار الأمر بين الاجتماع وخاصة في رمضان بين الاجتماع في أول الليل والانفراد في آخر الليل فلا شك أن الاجتماع في أول الليل أفضل كما ثبت ذلكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في الليالي الأولى من رمضان ثم انقطع خشية أن يفرض هذا الأمر على الأمة ثم أحيى هذه السنة من بعده الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أقول إذن من ونحن نتحدث عن قيام الليل لا بد أن نذكر ببعض آدابه حتى يكون لنا الأجر إن شاء الله تعالى فيه كاملا تاما وما ذلك على الله بعزيز من أعظم آدابه إخلاص النية لله تبارك وتعالى رب البرية من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ثم قال عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فالله الله في النية الصالحة في هذا القيام والله الله في احتساب الأجل والثواب عند رب الأنام سبحانه وتعالى ومما يدخل في هذا الباب أيضا من الآداب أن الإنسان إذا أراد أن يقوم فينبغي أن يحث أهله على هذا الخير كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه رحم الله امرأة قام من الليل فأيقظ أهله فصلت فإن أبت نضح في وجه الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء قال ربنا عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كذلك أن نستعين على هذا القيام بما يعين عليه ومن ذلك مثلا نوم القيلولة الإنسان يحب يقوم في الليل مليح يرقد في النهار يأخذ قصة من الراحة وهو نوم القيلولة قال عليه الصلاة والسلام قيلوا فإن الشياطين لا تقيل ومن ذلك أن يترك الذنوب والمعاصي فقد ذكر رجل يثقل عليه ويشق عليه الاستيقاظ لصلاة الفجر ذكر هذا الرجل للحسن البصري رحمه الله تعالى رحمة واسعة فقال له أرى أن ذنوبك قد قيدتك فالذنوب تقيد صاحبها والذنوب سبب في ثقل العبادة ومشقتها على العبد كذلك لا ينبغي أن نكثر من الطعام والشراب إذا أردنا أن نقوم الليلة بارتياح ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه كما قال عليه الصلاة والسلام بحسب ابن آدم لقيمات يقيم من صلبه فإن كان ولابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه كذلك إذا أردنا أن نقوم الليل فمن السنة أن نأتي بأدعية الليل الخاصة التي هي أدعية الاستفتاح وقد ثبت أنواع من الأدعية عن النبي عليه الصلاة والسلام من أحسنها ما كان يقوله عليه الصلاة والسلام في الليل بصفة خاصة اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات وأرض عالم الغيب والشهادة فقد كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ما أعظمه من ذكر وما أجله وأشرفه من دعاء كذلك من السنة أن الإنسان في صلاة الليل إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وبآية فيها استغفار استغفر وبآية فيها ذكر الجنة سأل الله الجنة وبآية فيها ذكر للنار استعاذ بالله من النار كما هو شأنه أو كما هو هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه ومن السنة أن يصبر على طول القيام وأفضل الصلاة بالليل طول القنوت أي طول القيام كما ثبت ذلك عن النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ومن السنة أن يختم صلاة الليل بركعة تعرف بركعة الويتر بركعة الويتر قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل ويترا ولربما كانت للواحد مننا همة في بعض الليالي وخاصة في العشر الأواخر من رمضان يصلي مع الناس ويصلي مع الإمام حتى يختم وهذا أمر طيب يحسب له إن شاء الله تعالى قيام ليلة في آخر الليل يجد نشاطا هل يقوم؟ نقول إن شاء الله تعالى نعم يقوم لكنه لا يتر من جديد لقوله عليه الصلاة والسلام لا ويتراني في ليلة هذه جملة من أداب قيام الليل نسأله تعالى أن يوفقنا للأخذ بها ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا للثبات على الخير إنه خير مسؤول أن يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم رمضان شكرا لكم شكرا